نواصل حل تماري الكتاب مدرسي ونحن الآن مع التمرين رقم 9 A و B عددان حقيقيان إذا كان من أجل كل X عدد حقيقي هذا الكلام فإن هذا الكلام إذا كان فإن إذا كان فإن الفكرة ما هي تساوي كثيري حدود هذا كثير حدود من درجة ثالثة وهذا كثير حدود من درجة ثالثة متى يتساوي كثيري حدود يتساوي كثيري حدود عندما يتساوي المعاملات للحدود المتساوية الدرجة إذا هدف التمرين هو البحث عن الثوابت ندرس أصحيح أم خطأ للقضية المقترحة نفرض A و B عددان حقيقيان ومن أجل كل عدد حقيقي X نظهر العوامل المختافية ونطابق المعطيات هي هذه X مكعب ناقص 6X هذا كثير حدود من الدرجة الثالثة هو عدد في X مكعب زائد عدد في X مربع زائد عدد في X زائد عدد والآخر نفس الشي درجة الثالثة هو عدد في X مكعب زائد عدد في X مربع زائد عدد في X زائد عدد هذه رهز زائد نقص بين قوسين متى يتساوي معامل X مكعب في الطرف الأول يساوي معامل X مكعب في الطرف الثاني عندما يساوي الواحد لا نكتبها فجنبا لثقل الآن معامل X مربع في الطرف الأول لهو صفر معامل X مربع في الطرف الثاني لهو بنقص A هاني كتب هنا معامل X في الطرف الأول معامل X في الطرف الثاني لاحظ النقص هذه مع النقص هذه تختفي تبقى 6 تساوي بزائد 5 هاني كتب هنا معامل الثابت في الطرف الأول يساوي الثابت في الطرف الثاني صفر يساوي صفر لم أكتبها واحد يساوي الواحد لم أكتبها تجنبا لثقل الآن في رياضيات هذه معادلة وهذه معادلة أخرى جملة معادلتين كيف أحل جملة معادلتين هناك عدة طرق طريقة شفاوية والحسب جملة معادلتين إذا كانت بسيطة مثل هذه A للطرف الآخر ثم B تساوي A نعوض هنا هنا A تساوي B خلاص وهنا B فيها مجهول 1 6 نقص 5 1 معناتها B يساوي الواحد والB ره يساوي A معناتها B يساوي A يساوي الواحد ألم نجد هو وش يطلب طلب A تساوي البي ألم نجد A تساوي بي نعم القضية صحيح هو يطلب يكون A تساوي بي فعلا وجدنا A تساوي بي قال لك فإن A تساوي بي وجدنا A تساوي بي ومنه القضية المقترحة صحيح إن تساوي بي د بن تساوي بي